أطول حكاية تكون في القناة إن شاء الله واللي حاولت نختصرها ولكن مستحيل لأنه كل جزء فيها مهم وفي قصة ولهذا غادي نقول لكم سلسلة هاد الأيام تيقوني إذا قلت لكم بللي أنا غادي تكون فيلم حقيقي اللي غادي يخليكم تقولوه واشفح لن هاد الأحداث كينين ولا لا ولأول مرة مكان القاش مقدمة لشي حكاية لأنها جمعة جميع القصص والعناويل اللي قدروا يتحوه في بالكم فاخر ما تطلش عليكم مقبوط الهضرة ارتاحوا في بلاستكم واجي نعود لكم لحكاية دي اليوم سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي كنتم للكم تكونوا وبيخالوا لأخير أمركم هانية وأحوالكم طيبة المؤنسة دي لكم عادت إليكم من جديد أينما كنتم إذا كنت يجيد على القناة نقول لكم مرحبا بكم وإذا كنت من أهل الدار كيف العذرة دار دارك فشكرا على تيقتكم وعلى المتابعة دي لكم وحتى على الدعم دي لكم لكي يخليني أنا نستمر ما تخيلوش حال أنا متحمسة باش أنا نحكي لكم هاد الحكاية بالأجزاء ديولها كلهم لأنكم غادي تصدموا في بزاف ديال الأمور وربما ما غاديش يدخلوا لكم رأسكم ولكن حقيقة تعاودوا ليا بالجميع المشاعر حزن ضحك نشاط اكتئاب بؤس أي حاجة طاحت لكم باركم تعاودت ليا بهاد الحكاية فاخر ما تسعطلش لكم أكثر ونقول لكم يلا لنبدأ أنا مريم وهذه اسميتي الحقيقية عشت وسط عائلة اللي هي بسيطة ما بين أم وأب وزوج ديال الخوز والي دي كانوا تزوجوا عن حب مع بعضياتهم ماما هي الوحيدة اللي كانت عند وليدها أباها المتوفى الله يرحمه غاديكتب لها كل شيء ما تيملك أراضي ديور اللي كانوا مكرين المهم غاديخلي لواحد الخير ديالو لي تبارك الله من بعد جدتي غادي تزوج بواحد سيد وحد آخر اللي غادي تولد معاه زوج ديال ابنات اللي مخولتي من جدتي وبخو عايشين حياتهم عادي ماما تزوجات ببابا اللي خدم بواحد الخدماء اللي هي بسيطة مع الدولة والمانضة كانت على قد الحال ولكن ماما كانت معاونة معاه وبزاف عاونته حتش ردار والطموبيل ومامخليه محتاج من تشي حاجة المانضة ديالو كانت أصلا يلا كتكفي فالأب ديالي بالطبيعة ديالو ما عندوش ديك كيف ديرها بنتي لابس عليك كيف بقيتي ولا كيف ديرها ولدي بعكس إنسان مجهول مشاعر ودهك الحنان كله ما كانش كيعرفو وكيدير الفرزيات بحكم أنه تيبغي الولد كثر من البنت المهم بخويا فاش درت الاثنين وليديا غادي تنقشوا مع بعضيتهم حياتش وقع مع بيناتهم سؤتافهم وتفارقوا ماما بقات عايشة في الدار حياتش بطبيعة الحال الدار دارها وكانت كتبها في سميتها بابا غادي مشي يعيش مع عائلته من بعد شهر بالطبط غادي زوجو ليه بنت خالته بقى عايش معاها وحملات وولدات بنيتا والنهار اللي هي كتولد فيه غادي تموت جداتي مطبابا غادي تربي ديك ختي من بابا ومن بعد رجع هواتي يدوي معا ماما في التليفون وورجحوك يتفاهموا قل ليه واش ترجعي ليه وبقات تحت وافقات واخدت ديك البنيتا من عند جداتي وربتها ماما عمرها ما فرطات فيها بحي لا ولدتها هي من كرشا وعمرها ما حساتنا بالفرق باللي أنا وهديك البنيتا رماشي من ماما بالعكس كانت عيشة معنا بحالها بحالنا وبينا كان كبرو وعيشين مزيان وباخير تنقروا في أحس المدارس وتلبسوهم مزيان حتى وصلت أنا الإعدادي مشيت المدرسة اللي هي بعيدة اللي كان خاصني لها الطوبيس باش نوصل لها اختي كانت كتقرى مزيان اللي خلها أنها تنجح وتمشي تقرى في واحد المدرسة اللي خلصتها عليها ماما أما أخويا غادي يدير المصرح وما كناش كنشوفوه حيجاش كنعيش من مصرح للمصرح أنا بقيت تنقرى حيث أنا كنت هي الصغيرة فيهم اختي خدمات ومشيت سكنات في واحد المدينة أما أخويا ما بقاش معانا مرة مرة كيمشي وكي يجي ذك شي باش غادي تشوفوني ما غاديش نجبدهم بزاف القصة المهم الإعدادي ديالي دونسو باخير ومزيان وفيه غادي نتعرف على واحد دري اللي اسميته سامي وكأنه هو كالأب ديالي بغيته من قلبي وعمره مخسر لي خاطري واحد الإنسان اللي كانت يخاف عليها وكيوصلني لدارنا والعشية كانت يجيب لي الحلاوي باش نمشيش بعانا لدارنا إنسان اللي كانت يوصلني في الطوبيس وكيرجع في حاله واخا كان بعيد على دارنا وكان في نفس الوقت تيخدم لي أنه كان من عائلة لي فقيرة كان خصوه ضروري أنه يخدم على راسه باش يعيدش حيجاش كان هو الولد الكبير كان كي يسمح في الكروسة دياله ديال الدسر وكيجيك يقلب عليها ويسول عليها واحد الحب اللي كان جميل وجد بسيط دوزنا تلت سنين ديال الإعدادي باخير كانت تنقشه مرة مرة وكان نرجعه مع بضيتنا غني نطلع للتانوي في السنك يام الضبط حتى قربنا أنا ننشدوا العطلاء ديال آخر العام واحد منهار تنقشت أنا وياها وليسببين ما ومع آخر السنة ما بقيناش كانت شوفو وما بقيتش المدرسة حيجاش كانت هي السبب أنها تخلينا نطلقاه من غيرها عمرني ما خرجت على قبله وهو كذلك عمره ما طلب مني هذا الأمر المهم تفارقنا واخدينا مساحة وحتى شي حد ما بقى كيسول في الآخر حتى الواحد النهار جات عندي صاحبتي وقالت لي يا أجي نضربو ضويرها في التانوية حتى كساة كان آخر العام مرة ندخلوه ومرة ما ندخلوش فمشينا وبقنا غير كان دروس مفوز التانوية ما رقينا ما نديرو شدينا الطوبيس باش أنا نرجعه في حالنا كل جاية أنا وياها واحد الولد واخر ديال مندراسة وقفنا قدم بلقة ديال الطوبيس باش أنا نمشيوه فكنا غالسين كان نضحكوه بادماجي دك الطوبيس وما عارف شنو قالي يدك الدري وكنت نضحكو واحد الضحك لي كان مبالغ فيه كنت واخده راحتي في ذاك اللحظة غادي يدو السامي وما عارف شنو كان قليه راسو واش هدي ملفض ضحك مع الدراري ولا كنت عرف ذاك الدري ورا خلاتني أنا ما فهمت ذاك النظرات اللي كان دار فيه وشاف فيه احد الشوفات اللي ما عجبونيش بحيل انتع زعماء واش انتي هي هدي بنتي على حقيقتك وقفت بديتك نشوف فيه وتنقول يا ربي غير يقول لي آجي غير عيط لي ولكن والو ما هدر معايا ما حتى شي حاجة شاف فيه شوف خيبة زعمانتي ما كتسويش وزاد وخلاني حتى من صاحبتي قلت لي يا شوفي سامي كيفاش دارلك ما لو ما جاش دواء معك لا راحنا منقشين هو ما عيطش وأنا ما مشيتش وبقات ما بينتنا ذيك المسافة ديال الفراق رجعنا الدار دازت مدة وديما بقيت كنفكر علاج دار فيه ذاك الشوفات ولكن بقيت على آمل أنه دابا غادي نرجع للمدرسة وغادي نرجعون تشوفوا حتى نوحد لاشي يا تيجي بابا خرج من الخدمة وبقات يهضر مع ماما في البيت وما عارف شنو كانت يقول ليها ولكن سمعتهم كانوا كيت تغوتو شوية وصلت وقصة دياللي عشا وهو يقول ليها واش ماماك ما قرش لكامير يما شنو كين شنو كين يا كلاباس رأى واحد سيد شافك وعجبته وبغي تزوج بيك كيفاش يتزوج بيه شكون هذا أنا أصلا ما بغيتش نتزوج دابا ما زال صغيرة يا الله عندي 15 عام اللي ما يمكنش لا رأى ما بقيتش في العمر حيث ما شي مشكل المهم تكوني مفاهمة انتي وياه أنا أصلا ما بغيش نتزوج ولكن الرأي رأى ما شي ديالك إحنا عارفين مصلحة كيفين كينا السيد مزير وديرها في بالو وما يمكنش نحيدلي هاد الفكرة وإحنا بابا رأى ما نردوش عليه الهضرة تخيلوا معي إذا قال لي يا موتي نموت ما نقدرش ننتقف قف قدامه رأى غير باش أنا أنا قدرت نواجهه ونقول لي ذاك السؤال على هاد شي اللي قال لي كنت كل اللي كانت رعد وخايفة لا يجمعها معايا كنت كان خاف منه واحد الخوف الواحد درجة اللي هي غير طبيعية وبالأخص هذا الأمر كان غير معايا أنا الحكام كله اللي مفرضوش على بنته وعلى أخويا اللي عطي الحرية أنا الوحيدة لليح لي ذاك الحكم دياله كله واحد اللحظة قال لي يا سيد رأى ما فيه ما يتعب ولا باس عليه وانا عندي معا بزاف ديال الحويش غادي نديرهم غادي نديرهم مجموعين من هلا القدام وانتي خاص كتشوفي مستقبالك السيد غادي عيشك مزيان وغادي شيرك طو موبيل وعندو فيلا هنا وهنا وبقاتي يحسب لي المهم شوفي رأى خادي يدير معانا موعيد باش أنه يجي وديك ساعة غادي نتفاهموا فقاش الخطبة وكل شي واش انت أحمقتي ولا مالك كيفاش مع النوضة دياله غادي قلب علي القرعة ديال الماء اللي كانت باردة حتى تنشقت بحي لتحبس لي التنفس وبقات قد قول لي يا ماما رجع الله رجع الله وضعت عندو واش باقي تقتل البنت واش انت أحمق سمعي نقول لك شفت إذا جاء وقال صافي راني بغيت هادش اللي غادي يكون وهاد البروشة ماشي هي اللي غادي تحكم فينا وحنا اللي عارفين المستقبلها وما غاديش تلقى بحال السيد وزاد ويخرج بخي سمكي على ماما لم يمكيش لي انتزوجها ماما الله يعطيك ستر شوفي سمعي يا مريم دابا غير تهدني غادي ندير لي الخاطر واذا ما بغيتيش صافي انتي ما زال صغيرة وقاصر او لا تلقتي بها السيد وقاليها لها وقالت تهدني حتى ارجعت مزيان وقالتش يومين وها بابا بدك يدوليها واشدير الغداء رات السيد جاي شو سنفعل ضروري تضر لي شيئا اللي هي هموية راجي هو وامو واخوه باش نتعرف عليهم وقالي لديك خيتي تلبس شيئا اللي هي زوينة توجدها المهم عندنا يومين باش نوجده فيها ريوسنا جات عندي ماما وقالتها ليا او ماما اراني ما بغيتش اراني مزوجة فيك والله ما غا نزوج غير ما تحمقوش راسكم معايا مريم عافك خلينا نزوجو هاد الامور على خير ومن بعد خرجنتي يو السيد وقالي لي اسمع عفلان انا ما بغاكش وبابا اراني بزك عليها واذا رفضي اراني ما غاديش يبغي يكمل معك المهم ذك شيئا اللي يدرنا وستوجاد الحيحة وكل شيء بلي كان غير مع سامي وكانت شدني الحرقة علش ما جاش عندي كون دبا احنا تندوي وكن شكيت عليه شنو واقع وشنو تيدر لي يا بابا او لا عشي شنو انت اجي تزوج بي وعتقني وما تخليش يحدي الديني المهم هاد شيء كانت تيدي وتغير فراسي جاء النهار الموعود اللي جاء فيه ووجدنا الطبلة اللي بس تقفتاني وانا بحيلة صارت عظم في حلقي جاءت ممو واخوه وحبيبو ندخلو للدار فشفته تضمت تخيلو لقيتو كبر من بابا تكون عندو انا ذاك شي تسعوذو وربعين سنة وانا يلا قريبا ستاشل سنة ولكن في شكل ديالو كان مهلف راسو وجاء مع راسو وشاب ما خلو ما جابوا معاهم صاريات الذهب الشوكولات الحليب الروايح ملابس داخلية بقيت خيرتان شوف ذاك شي ديال دفوع المهم تغدينا بقيت نهضر أمه كانت تقرب مني وكتسولني شو درتي فقرية كابنتي واشنجحتي بابا اللي عمره ما قرب لي ولا حتى سول فيها ذاك النهار يقول لهم وبنتي راكت تقرأ وهذه وهذه وقستي من دحفية المهم غدي تغدى وشربوا قاسي وقال لهم بابا شو ندر ندابا قلت له نخليهم مريم اعتمان يخرجوا على براء يقلسوا يتفهموا مع بعضياتهم وكما كان يرجعوا ويقولون القرار لهم نحن مرحبا نحن نحن نخزني نضح قفطان ونبسي باشي خرجي مع السيد ندخلت البيت وقلت لماما وش هتبغى يحمقني خلط علي بابا وقال يا سأخبر لك زوجك المتمر إذا حسنت سيد جنابك سنقطعهم لك وحساب بلي أنك سترجع للقراية ولا ترجع للزنقة لا يا ستزوجي به ودليلنا الخاطر ودليل خاطره وتمتعي معاه يا تنسي عليك شي حاجة سميسها الحياة والدنيا واندبحك ونقطعك طرف طرف فتخيلوا معايا فهذا الموقف ما كانش عندي الحق أنني نتراجع معاه في الهضراء هضراء بابا ما أصلا ما كانت نفسه قدامه وحتى ماما اللي خاصت تكون مسيطرة عليه حيث هي لي هزاه ووالو أنا ذاك ديما كنت كنت نسهول رأسي علش وماما ما قلتش له لا دير اللي بغيتي ولا سير في حالك وش الحب بقعت يخلي الإنسان أنا ويكون ضعيف معمرني ما فهمت أنا ذاك علش خفت منه قلت له واخ وما قدرت نزيد نتجاحد معا أكثر اللي بس قلت لي غير تفضلي زيدي أنت اللي بغيتي ما يكون غير خاطرك قلت لي اسمع مريم أنا محتاج نتعرف عليك قلت لي بعدها أين رأيتني كنت هنا معا شي تنبيع لها شي ديور ديالي حدا وشفت خارجة من داركم وقلت نسوّل عليك سوّلت واش انتي مزوجة وقالوا لي بلي أنا وليديك عندهم زوج ديال لبنات أنا قلت لهم بلي لا كان دوي صغيرة وقالوا لي بلي أنا كي تتقراي فقدينت تنبق حتاجة وسوّلت عليه واخدت النمرة دياله وقدرت معاه صراحة دعت ما نضريف بزاف وما خرج معي حتى شعيب لدرجة توليد كنسوّل واش بقي شي يحدف هالدني كيتصرف بحال أنت تقلل بلي شفت لك اللسان سيقطع ونعطي لك التاكل لك لكي لا تبقى شاضر في خطره لنخرج عند الناس وقالت لها أمو طلع ريس أرى ولدي عجب وعجب بنتكم وإذا اكتب إن شاء الله ديالشهر سنقوموا كل شي حيث هو عنده الخدمة ومشاريع دياله وعنده غير هاد شهير من الأحسن أنهم يديروا العقد ديالهم ويبقى لهم الوقت باش أنهم يدوزوا شهر العسائل والعرس حتي يجي خوستهم الخارج والنتيج يحبيبهم من الحج وإن شاء الله نديروا شي حفلة اللي هي كبيرة وهموية المهم دبه هو الحلال وانا بطبيعة الحال ممكن لينتزوج وما عندي لك بابا قال لهم أنا سأرى محامي يقادلنا شهور عقاس لكي يعطينا الموافقة هذا لم يفهم كيف يقوم بإذن يصفر مشتعين ولم لا أشعر بذلك الأيام محلل العس وقرأت رأس قدام القاضي وقرأت موافقة قلت لها حيث بابا قلت يقدر هكا أو هكا قلت لك قسما بالله يدعق كله مع سامي قلت ونحن بقيت أقول اي رب يتفاجأ ولم كنت مجبر أنا بقيت لا لدي الحق في الاختيار سأتي خويا وقال لي لماذا تزوجها وماذا تزوجها مازل صغيرة سيتدرز مع بابا وقال لي أن تخرج على مريم أنت تابع غير الفلوس وإعطي لكيقلب ولكن مو محام أختي قلت بلا بالعكس يجب أن تزوجي و ستكمل قرائتك وشيلك التوموبيل المهم ما حسيت براسي حتى لقيتني قدام القاضي تسوّلني وليس موافقة من بعد عيّت البابا وقالي يسني هذا الورقة وقدّها وصيبوها وعطونا واحد الورقة بعد ما كملت 18 لسنة باش نرجعوا ندير العقد خرجنا قدام باب المحكامة شدّتني أمو وبقيت قد قولي يا يا مبارك مسعود عليك وعلينا وأنا الدموع تيها بطورية من عيني علش كتبكيها بنتي؟ ما تخافيش غادي تكوني بنتنا وولدي غادي عاملك أحسن معاملة جاعت ما نحته هو شدليها في يدي وقالي غادي نعيشك كيف الأميرة عمّر الدموع ما غادي تشوفهم في عينيك وغادي تبكي معي غير البكية ديها الفرحة وماشيت ديها الحزن غادي نخليك تعيشي كيف ما بغيتي وعمرني ما غادي نقاذيك وإذا تبغيتي تكملي قريتك كمليها أحدا واليدك أنا مستعد نشريك الضار هنا أما إذا بغيت تعيشي معي في ديك المدينة أعيشي المهمتي يقول لي شي حويج ديها الأحلام تم بقى غير كنشوف واش فعلا كنشي إنسان بحال هذا حتى من حبيبه قال لي يا راكي دابة بنتنا وعثماني دادار لك شي حاجة قوليها لي المهم عائلته صراحة نفرحوا بي وما خلوا مدارو وبابا لي بابا ما قال لي حتى مبارك مساعدت جا واحد اللحظة شافني ما بغيتش نسكت من البكة وجا عفتلي على رجلي بصباطو وأنا كنت لابتا غير صندالة وقال لي عقلي على هذا الشي اللي كديري رجعنا للدار وأنا صراحة كنت تنبكي حتى تنقول مدام تزوجت فباي باي سامي وباي باي مدرسة وباي باي حتى العائلة وأنا صغيرة ما كنتش ساخية بحتى شي حاجة وكنت عاجبة نحياتي وكثر من هذا هاد اللحظة كنت كنت تمنى مع سامي وماشي مع شي وحدة أخر المهم شينا رجعنا للدار لقينا مومو جدالنا الفطور مع كنا خرجنا الصباح بكري وقالت لنا مو غادي نخرجوا نتخذوا على برا فعلا خرجنا وكلون شي فرحان بينا وأنا ربي اللي علم بيه واحد اللحظة قال لي يا أنا راه الكونجي ديالي ما بقى ليهوالو وغادي يسالي بقات لي غير شي عشر ايام إذا بغتي نمشي واللي مدينة في النا غادي تسكني تشوفي الدار ديالك وتقديه إذا خاصتك شي حاجة وإذا بغتي ناخد لك شي حاجة هنا يا تستقري فيها إحدى وليديك أنا ما عنديش مشكيل أنا قلت له الله بلاش ما بقى لينا أصلا الوقت بزاف دابا غادي نمشي مع كل الدار نشوف بلاصة كيفاش دايرا نولفها نستقر قال لي يا صافي شهر جاي غادي ناخده شي عطله نشو شهر العسر ونضيره اللي بغتي أنا السيادة نشوفه داير معي كثير من المزيان فما غجيش نحكر على شي حاجة واحدة أخرى وزيدون بابا غير حاضيني مهزيت عيني كالقاتي شوفيه وتيقول يا نضرب حلقة ولا هكا نوريك المهم جا أخو هي ليتيدوي معي غيرانا ومتييدويش معا بابا وقال لي ها قشد اللوحة اللي حتي لابستة وبقى مازال غير بروشة ومزوجها بورقة ماشي حتى بالعقد وغادي تنضمه على هادشي المهم حدها مبروك علي هادشي اللي يخسرها ليها وماما مسكينا كدقولي غير سبري من شاء الله غادي تفرج من عند مولانا رسافي هي هاديك تغدينا وقال لي I Εعتمرا غادي نخرجي أنا وياك تخذيني ذلك الشيء اللي خاصك لا راني عندي الحوايش لا سمعي انت يا دباركي عروسة غادي تخذي قاع ذلك الشيء اللي بغيتي كل شيء ومن اول وجديد شوفي غادي نشوزو جيال الشانطات وغادي نعمرهم بقاع ذلك الشيء اللي خاصك باش تمشي بيهم لضرك مرتاحة فعلا خذيناهم ومشيتان وياه خرجنا ومخلا ماشرالية اللي حطت عليها يدي كاننا اخذ منها زوجو لا ثلاثة كيشوفني غادي نشوفيها كياخد لي منها بقيت غير حالة فموي واش فعلا كين بحال هاد الانسان وغاي يقبل يعملني بحال هكا اذا كانت الامور غادي بها الطريقة الحمد لله را مزيان وخما نبغيش على الاقل انني غادي نعيش مرتاحة موحد الناحية وخالحوا بما كيش المهم راحة البال والمعيشة مزيانة وبيديت نوعا ما كان قتانع هكا بقيت كان فكر المهم عمرنا دكوزو الشوانط بحوية جداد وفاد اللحظة قال لي يا يلا معي البلصة اخرى مشينا وقال يختار الذهب اللي بغيت غادي قول مو المحل اعطيها شي كلية بالختم ديالو بالحلقات ديالو البراسليات المهم كامل مكمول ويكون تقيل واحسن مكين عندك فعلا غادي جبد لي احسن مكين وغادي جمعالينا معاوش صراحة انشاء الله سيخلص المهم غادي عطيه شيك لانا ودك شي كان خالي وبالساف بلي ادوال كادو ديالك ديال العقد وما زال مع الوقت ان شاء الله غادي تربح معيش اللي هدايا الله يخليك ليه ووديك الهضراب رجعنا للدار سوالني واش نباته في الوتيل ولا نباته عند والديك قلت لي انا الصباح غادي نصافره فما سخيش بماما خلينا نباته في الدار صافي اللي بغيتي بمع انا وداركم ضيقة غادي يمشي نبات النيت في دارنا ونجمع شي حويج وشي ضوصيات وانتلقاوا الصباح غادي يجي خوالاتي اللي هم اخوتت ماما من امها باش انا وميشوفوني قبل ما نمشي واحدة منهم كانت كتبغيني من قلبها واحدة اخرى كان ديما كتنفقني وفيها شوية الهضرة غادي تقولي يا وانتي مازال صغيرة وانتي هذه وهذه بنتها كنت انا معاشرة معها وكنت عاودت لها على سامي وكانت كتلمحلي عليه واحدة لو ادي الفلس يمكن لها تخلى على شي واحد دوز معها العشرة وبقد كتسمعني عليها في كل ليلة دوزنا بحلقة كاك سلمنا توضعنا والصباح داز من المورايا وشدينا الطريق قال ماما واش تمشي معنا لا غير سيروا شوفوا الدار بعدها وتستقروا ديك ساعة نجيو ان شاء الله شي يومين ولا ثلث ايام ونتبعوكم ذاك شي اللي كان شدينا الطريق مع العشرة ديال الصباح وعطاني واحد تليفون في الطريق كهدية اخر ما كان جبته وخدمته وبدأت نصور به حاجة من الحال غدي نوصله شي شوية مع طلين ندخلنا الواحد الدار اللي كان صراحة ان فوحد الحي راقي والفلات ودنيا خاوية وكلاس ونمو الفأحياء شعبية مع جميش الحال وخدار كانت زوينة اني ندخلت حلية غرف ممي قدها قداش فيها ثلاثة ساعة تبقات كل هفراش اخر ما كانوا جديد ذاك شي خيالي بمعنى الكلمة دخلوا ديرا ابل فيديو معاما ما كان ورها الفيلة وفرحانة وقررتها كل شي طلعت شوانط للبيت تكينا غادي طلب لنا الماكلة جيت حتى للدار من بعد نعسنا وما فقنات العشرة ديال الليل وقال لي المهم انا بغيتك غيرت كوني مرتاحة معايا وانا عمرني ما غادي مبزز عليك شي حاجة جاب لي العاصر تفاح البانان ونعسنا صباح فقنا لقيت وقاس في السالون قال لي اسمعي مريم لبسي حوجاتك وعندي ليك واحد المفاجأة ولكن بشط ما تدي معك لتليفون لاساك لحت شي حاجة فعلا مشيت البست ومشيت معاه هضرت مع اماما من قبل وقيت لها باللي انا خارجي وياه وردير لي شي مفاجأة اذا مدويتش معاك اراني فيها ملهية خرجنا ومشينا وهنا انا مضطر بشأنني نحبس القصة لانا وجزء اللي جاي قصة واحد اخرى وخطتي من انتا عادش اللي كان غيره وقبل ما مشي مكره تكون شو تقول ليش نوك تتوقحوا وغادي تكون من بعد هاد المفاجأة واش زوينه واش خايبة فنظركم هادش اللي كله كتحكي مريم واش حقيقة ولا خيال ولا انا بصراحة المكره تتعرف الخيال ديالكم وراسكم والسيناريوهات اللي تقدرو تعطوني لتتمن تعاد الحكاية تلغضى وتشوفوا الجزء الثاني شنو فيها كم ضمتم في رعاية الله وحفظي انتلقوا غضى في نفس الموعد على قناتنا سلامينيك ما تنسوش انكم تضغطوا لزير الاعجاب باش تشجعوني ودخلوا لي تعليق جميل بحال وجهكم واذا مازال ما تحقصوش على قناتي كنقول لكم شنو كانت النو مرحبا بكم سلام سلام اشتركوا في القناة